بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب وطالبات الصف الثاني متوسط في هذا الدرس طبعا درس لهذا اليوم لو تلاحظون امانكم صفحة 49 عزيز الطالب يعتبر lesson 3 الدرس الثالث من unit 5 من الوحدة الخامسة طبعا عزيز الطالب هذا درس كلش مهم ليش يحتوي على اقسام الكلام واقسام الكلام جدا مهمات تحتاج يعني شون تلزم الجملة تفتتها تقسم الجملة اقسام الجملة اقسام الكلام اجزاء الكلام كلش مهم يعني قبل لا تروح انت بصفحة بالاكتيفتي بوك بالكراسة 70 71 قبل لا تروح تحلها لازم تشوف هذا الدرس تفهمه حتى من تروح تشوف الحل هناك المعلومات كلها تثبت وكلها تحفظها يا بطل لاحظ هنا عنواننا رح يكون working out meanings طبعا working out اللي معناها اكتشاف meanings المعاني او معرفة المعاني working out اكتشاف meanings شنو معناها meanings المعاني لاحظ هنا اي يقول read the reading tip اقرأ نصيحة او فكرة القراءة reading tip 6 اللي هي نصيحة tip معناها نصيحة reading القراءة السادسة اللي تحت عنوان dictionary's dictionary's القواميس ولو تلاحظ هنا يقول we need نحن نحتاج dictionary's اللي هي القواميس طبعا أنا احتاج القواميس انتم تحتاجون القواميس وهم نفسهم native speakers ايضا يحتاج القواميس عزيزي الطالب طبعا الغرض to find اللي كي نجد اوكي the meanings المعاني of words للكلمات لكي او لنجد المعاني للكلمات ومو بس هاي and ونحن نتحقق their spelling اللي هو شون spelling الاملا مالتن بالاضافة الى فكرة اخرى اللي هي pronunciation ال pronunciation معناه اللفظ شون هما يلفظون الكلمة فالقاموس جدا مهم يقول remember تذكر all the words نوع الفكرة مهمة وحلوة يقول جميع او كل الكلمات in a dictionary في القاموس are هي in alphabetical order في الترتيب الابجدي order معناها ترتيب نظام alphabetical معناه شنوى معناه ابجدي to find طبعا الغرض من الترتيب الابجدي to find اللي كي تجد a word اللي هي الكلمة quickly بسرعة يعني اذا عدك كلمة تبدي باي تروح للقاموس مباشرة وين اللي بادي باي وتلقاها بسرعة بعد you need انت تحتاج to know ان تعرف the alphabet very well يعني انت تحتاج ان تعرف تعرف شنو الترتيب الابجدي او الابجدي هاي الفابت معناها الابجدية very well لاحظ هنا بالصف انت كاستاذ او انت كطالب انت وزميلة how can you put the words كيف او من سوري هو معناها من يمكنه put ان يضع the words اللي هي الكلمات هذني below اللي ذني موجودات بالصندوق below معناها اسفل below معناها وين موجودات اسفل into يعني ذني خليهم into في alphabetical order في الترتيب الابجدي the fastest test الاسرع طبعا يعني بالصف competition منافسة بتشيحلوا الطلاب يقعدون او انت وصاحبك يلا هل يرتبن بالشكل الصحي طبعا بالشي امشي امشي لازم انت تعرف alphabet او alphabetical order الترتيب الابجدي مثل ما تلاحظي اي اذني لازم انت تعرف يعني a b c d e f g h i والى اخر لحد z لازم تعرف بالترتيب حتى تعرف تشتغل ما تعرف بالترتيب لا ما رح تعرف تشتغل ومع هذا رح تتروح انا كساحة نرتب رح تتفاجئ اوكي رح نشوف الكلمات اللي تبدي بالاي ما رح تلقو هلها كلمة تبدي بالاي اللي بالبي اوكي كلهم بالبي ها زين يا لخلي اول وعدة يا لخلي الثاني هنا ايضا يريد من عندك تركيز عز الظالم اذا رح تجي انت للكلمات اللي بتبدي بالبي اوكي رح تجيب البي تخلي هنا وتعيد من البداية يعني شون تعرف تعيد من البداية تروح مخلية البي هذي نفترض خليتها هنا البي الكلمات اللي تبدي بالبي تروح تعيد من البداية عن شون تعيد من الاي يعني كلمة تبدي بالبي والنوب اي اكو كلمة تبدي بالبي اي اا هاية اذن تبع علىها هاية تدور اكو غيرها بي اي بي اي ماكو اذن هاية اول واحدة رح حصير شوفها باقي لاحظ بعد معناها حقيبة سيئ النوب بعدها اجي ادور اكو بي سي ماكو بي بي سي هسه شوف بي ونوب سي ماكو 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 نوب تجي بي دي ايضا راح تدور ماكو بي اي راح تدور راح تشوف هاي جيد هاي ودور الدور اه هذي هم بي اي زيان استاذ اخلي هاي اول اخلي هاي اذا انت راح تتروح المن للحرف الثالث اوكي هسه اول شي اخذنا بي اي وخلصت انه ابو اجينا للبي اي ما ضبطت راح نروح المن للحرف الثالث عندك ال وعندك تي من الاول بالترتيب خلي نشوف ال ال وبعدين من هو التي اذا راح تجيب البلت اللي هو بلت معناه بلت معناه حزام تخلي وبعدين تجي للبتر اللي معناها افضل تخليها بهذا الترتيب وضحات الفكرة زيان اكو بعد بي اي كلمات بي اي ماكو راح نروح بي اف اكو ماكو بي جي اكو ماكو بي اي اكو ماكو بي اي اكو وين اكو بي اي اي هاي بي اي اكو غيرها لا ماكو اذا نجيبها هي هاي بايسكول انه بتجي شو سوي تجي للي بعدهن بس رأي نفس الشي بي او بي او بي او بي بوك شوف زين استاد ليش خليها تباط بالاخير انا قولك لعن بي وبعدين اليو راح نروح عنوياك وين للنقطة الثانية تقول اه هاي النقطة الثانية اهم من النقطة الاولى هادي اهم من ترتيب الاب جدي يعني حشي بيناتنا هادي كل شو ما ترحب تستفاد من عنده واي واي لو تلاحظ هنا يقول النقطة الثانية اهنا اريد ما عندك تركيز خاف ده وقتك قبل شوية بترتيب الاب جدي انسى 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 ابدأ وياي من جديد ابدأ من جديد يلا من جديد كذاب المصرść الاكتر اهمية تلاحظ الاكتر اهمية تعرف المعاني الاختصارات بالله اللي جوا يعني قلك تعرف معاني لا انا مبسل معاني راح اشرح لك يا هن هذني اقسام الكلام راح افصل لك يا هن بالتفصيل ذني راح اخليك ان شاء الله فهمك يا هن وحفظك يا هن هسا راح نسحب عني هن قليلا ونروح لنا موضوع اسمه part of speech لا تلاحظ يا هنان بهذا المربع الثالي هنا parts of speech اللي هي اقسام او اجزاء الكلام راح نبده بهن واحد واحد نفصلهن مهمات جدا جدا اهم من الترتيب الابجدي وهي السؤال لاحظي هاي نجي الاول واحد اذا لاحظت قبل شوية شفت ان وبصفها نقطة وهاي اشتعني الان بصفها نقطة يعني اشتعني يعني ناون شف اختصار كلمة ناون هاي ان وهذه اخذتها اتا في اول الدروس بالوحدة الاولى ببداية الكتاب كان عندك ان مختصرة وعندك verb يعني الفعل فهنا الان هذي يديل عن ناون يعني شنو ناون يعني اسم يعني اسماء الناس والاشياء مثلا خالد يعتبر ناون اراك العراق يعتبر ناون ديسك الرحلة يعتبر ناون بلانت النبات يعتبر ناون كات القطة تعتبر ناون ولحظ انا مقسم لك يعني هنا خالد يعني اسماء العلم اسماء البشر اراك يعني اسماء الدول والاقطار والااخره ديسك الرحلة يعني اسماء الجماد شوكوشي جماد تقول ما اسمه هذا اسمه يعني ناون بلانت النبات كل نباتات الدنيا مثلا التمر يعتبر ناون اسم اوكي الرشاط يعتبر ناون اوكي الشعير يعتبر ناون هذي كلها ناون كات اللي هي كات يعني قطة يعني كل تكرمون الحيوانات اللي موجودة كل اسم حيوان يعني ناون 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 يعني ذا جهتش في تايجر يعني ادي هو النمر اذا شفته بالجملة معنات قسم من اقسام الكلام قواعدين يعني ناون لاحظ كل الاسماء تحت عنوان ناون والابرفييشن اللي هو الاقتصار مالته ان ونقطة هسا ان شاء الله افتهمنا ان شاء الله عرفنا راح اروح للثانية بطل وبعد اريد ما عندك تركيز نجي للفي وبصفة نقطة يعني فورب شنو فورب يعني افعال يعني فعل مثلا خالد اكله شنو الفعل اللي قام بي الاكل فورب خالد نام فورب الفعل النوم فورب وضحات الفكرة فهذا الفعل اللي يسوي الفاعل شنو اللي يقوم بي الاسم الفاعل يعتبر فورب فعل اوكي ولاحظا نسوي لك الفعل سواء كان رئيسي او مساعد اتنين اتنين يعني اذا شفت مثلا رئيسي مثلا سبيكة تحدث play يلعب حتى تفرق بين الاسم وبين الفعل يعني يعني وصل طالب بالمستويات عالية بالدراسة ثالث رابع وما يفرق بين الاسم شنو والفعل شنو وضحات الفكرة هسا اني جي ليش انا اركز مهم ومهم مخابسة جو فعل المهمة لازم الطالب يعرف لازم يعرف هذا الفعل اوكي الفعل مثلا go تذهب read يقرأ write يكتب الفعل مثلا think يفكر يعتقد هاي افعال بالاضافة الى هذا فعل رئيسي بالاضافة الى افعال مساعدة is و are و am و do و does و was و where will و can و could والاخري هاي كلها تحت عنوان verb يعني اختصار فعل اختصارة v و نقطة هذا اذا شفت v و نقطة يعني verb واذا شفت speak معناها شنو معناها verb فعل فهاي اقسام الكلام مهمة جدا جدا خليها ببالك هذا بالنسبة للفعل ان شاء الله افتهمتها راح اروح للي بعده اللي هو الاضج هاذي جاي من كلمة اجاكتب اجاكتب شنو اللي هي الصفات من اختصارة يبقى a d j و نقطة و هاي النقطة ترى ادل على abbreviation ادل على انك مختصر كلمة كاملة شفنا وين من اختصرناها ان و نقطة و هاي النقطة ومو بالضرورة تخليها فوق يعني ما عرف الطباعة صايرا فوق لكن هي تصير جوا و ان شاء الله راح نشوفها هسا رجعك الكتاب صابحة 49 و نرجع و نشوف النقطة عن وين موجودة لو تلاحظ هاذي اجاكتب الاجاكتب شنو يعني الصفة زي نستعروا شنو الصفة صفة نصف فيها الاشياء مثلا عندك سيارة غالية فهاي كلمة غالية صفة المل للسيارة كسبنسف مثلا على سبيل المثال beautiful girl فتاة جميلة صفة هذي الفتاة شنو جميلة على سبيل المثال او مثلا محاضرة درس good lesson درس جيد فهاي جيد اوكي بيت تشبير نقولها big house اوكي مثلا يعني الصفات لو تلاحظ اجاكتب يعني شنو الصفة نيو جديد تليفون جديد بيك كبير راد الالوان beautiful اللي معناها جميل وعلى اخره من الصفات صفات نصف بها الاشياء وضحت الفكرة فهذه الصفات في التكوين او جزء او قسم من اقسام الكلام جدا مهم ما نقدر نستغني عنه ابدا بالجمل يعني ما نقدر تلقاه اكثر شي تلقاه واي راح تشوف صفات وهواي راح تشوف صفات خلال مسيرتك الدراسية عزيز الطالب او خلال استخدامك للغة الانجليزية نروح للرابعة الرابعة لو تلاحظ اي دي في لاحظ هاي اي دي جاي اي دي في جاي من ادفرب ادفرب اللي هو الظرف والظروف عندنا عزيز الطالب ضرف حال وضرف مكان وضرف شنوه زمان ثلاث انواع من الظروف حال مكان زمان حال مكان زمان شوف هاي المعلومات القيمة اللي هاني قاعدتك ياه شوف شن قاعد حتى تستفاد من ايدها وتتذكرني شكرا استاذ والله صح سعينا الاستاذ شنو انواع الظروف ورفعت ايدي مكان وحال وزمان شكرا وانا اريد الشكرا وبس ورحم الله وديكم والرحمة للعدل والميت لو تلاحظ هنا ادفرب هذي ادفرب بمعنى ظرف والظرف تلاث اقسام لاحظ ياه الظرف فاست والكويكلي وهنا هنذا نكون هنا ظروف حال وضحت فكرة فاست بشكل سريع او بسرعة وال بشكل جيد او بشكل حسن وكويكلي ايضا بسرعة اوكي فهذا الظرف فاتخليها ببالك عزيزي الطال راح نروح الظرف متنسى زين قسا وصلنا المن للرابعة بعدها راح نروح علمه للخامسة اللي هي برون برون يعني P-R-O-N والنقطة اللي يدل على الاببريفياشن اختصار كلمة برونوين اللي هنه الظمار والظمار عندك ضمار فاعل ضمار مفعول به وكذلك عندك صفات تملك وكذلك عندك شون نقول الظمار تملك فهذه الظمار عزيزي الطالب اقسام مختلفة ومتنوعة اخذتها ورح تأخذها فكلمة برونوين هذاني نجي الظمار الفاعل وضمار والآخرين شوف مثلا I, U, We, They هذاني تقولين ضمار يعني من تشوف ان انت شتقولين تقوليني البرونوين او تشوف her, them, her, her, his, him وإلى آخره هذاني الظمار ايضا عزيزي الطالب سواء كان ضمار مفعول به ضمار فاعل وصفات تملك كل ان ضمار وضحت الفكرة فخليها ببالك عزيزي الطالب الظمار مهمات جدا جدا برونوين انا دا حفظك يان هسا دا اكرر بالكلام حتى انت هسا تحفظن من هسا تفهمن من تروح من يجي بعه شوية وسيلك شون يجن من تروح للكراسة وتحل تعرف ان البرونوين يعني برونوين يعني ضمار سواء كان ضمار فاعل مفعول به وصفات تملك و الى اخره تلاحظ يا عزيزي الطالب نيجي لهاي هاي بريب هاي بريبزيشن شوف بريبزيشن شون استاذ بريبزيشن معناه حروف الجر حروف الجر مثلا الان 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 الات البتوين و الى اخره حروف الجر حروف الجر هذا اختصار هنا بريب اوكي بريبزيشن اسمهن بريبزيشن معناه شنو حروف الجر ولاحظ يا عزيزي الطالب اللي هي to, on, on, by, under هذاني حروف جر مني شوفهم لازم تكتب لي prep عزيزي الطالب بعدش عندي عندي اخر شي بهن اللي هو conjunction conjunction شنو ادوات الربط اللي هن الont اذا تتذكر والbut والor والbetween والwhen هذاني كل هن ادوات ربط شنو فادتهن تربط بين جملتين او كلمتين فهذاني conjunction منو الامثلة اللي عليهم لاحظ كلمات الربط and و saw و but و when و or هذاني كل هن كلمات ربط عزيزي الطالب ذاني اسمهن conjunction واختصارهن c-o-n-g وهاي النقطة اللي ادل على الابرفييشن اللي هو الاختصار بعد لو تلاحظ عزيزي الطالب عندك هذه الجملة the black horse run fast so it won the race easily الحصان الاسود ركض بشكل سريع بصورة سريعة شوف هذا ظرف so لذلك it won انه ربح the race اللي هو السباق easily بسهولة هسه راح نجيانياك نلزم هاي الجملة نقسمها بناءا على فهمنا للعلاء لكن المفروض هسه هو سواهن سبعة سوين ثمانية طين الارتكل وياهن حتى فهمه للطالب ما انطانية زين استاعوا شين الارتكل الارتكل ادوات التنكير والتعريف اللي هنه the والa والan ذاني ما جابن بالطاري ولو تلاحظ هنا هاي the هي article اللي تعتبر اداء تعريف لكن ما جابه لذلك راح نجي اذا نعبرها اذا شفنا ذا وذاني نعبرين هسه نجي الكلمة pluck كلمة pluck بمعنى اسود اذا هذي صفة صفة المن للهورس زين الصفة شون نقول عليها احنا بالاختصار اها اج شوف اج اكتف نجي كلمة هورس الهورس اللي هو حصان هذا اسم ناون شون نقول ناون اها هذا اختصار نجي للران ركضة ركضة هذا فعل قام بي منوة ذنهاي هذا الفرب لاحظوا يا عز الطالب فرب فعل شوف شون دا اقسم اونيوك بعدها المن نجي للفاست الفاست هنا هذا شون نقول علي اد فرب شنو يعني ظرف ظرف حال يصف حال الركض شون كان بشكل سريع او بصورة سريعة فهناني هذا يدل على اليمن يدل على الفعل نجي المن للسو السوش تعتبر اداة ربط اذا كون جانجشن اذا كون جانجشن واضحة نجي للأت هذا ضمير اذا برون لاحظ لاحظ يعني شنوه برناون برناون معناها ضمير برناون معناها شنو ضمير نجي للفعل اللي هو وان ربيحة شوف فعل ذا قلنا نعبرها ادوات التنكر والتعريف ما ذكر لياهن فنعبرها نجي الكلمة رايس اللي هو السباق السباق اسم اذا ناون لاحظ نجي للهذا اللي بيقى الواي بما ان نشوف بيقى الواي اذا هذا مباشرة هذا ضرف لاحظ عزيزي الطالب شوفوا شون احنا قسمنا الجملة زينستاذ هذا شون يجي بالامتحان يطيني جملة ويقسمها ايو والله انت عندك بالكراسة ثلاث جمل وانا مقسمهن وشارح لك ياهن وقال لك هاي verb وهي شي اسمه وجزئهن وايضا بامكانه يجيك هتشي بالامتحان يقلك بلاك تعتبر اجاكتف شوف بلاك شا اعتبرناها اجاكتف زين اذا رون اللي معناها ركاضة اذا هذا مباشرة نقل لك اذا تكتب لك بهاي الطريقة كلش مهم تدير بالك علي احتمال يجي بهاي الطريقة واحتمال يجيك جملة ويقلك يلا قسم ليهاها مثل ما موجود بالكراسة هاي اقسام الكلام ملاحظة ملاحظة تدونهن وتكتبهن وتفهمن عزيزي الطالب كلش مهمات هسا نرجع على اليمن نرجع على صفحة يا صفحة صفحة 49 وان شاء الله ما طولت عليكم وبعد بها فكار ولازم اشرحها لك عزيزي الطالب ولو تلاحظ هنا انو نقطة وشوف النقطة من مكانها يعني نون فيو نقطة نون شنو يعني اسم فيو نقطة يعني شنو فعل اجكتف صفحة هذا اختصارها ادفورب اللي هو اختصار شنوه اختصار الظرف برون اللي هو اختصار كلمة بروناون بريبيزيشن اللي هو حرف الجر واخر شي عندك كلمة كونجانكشن اللي هي اداة او ادوات الربط هذا اني كلش مهمات بعد ما اوصيك عليهم طبعا يقل لك work out يعني اشتغل اكتشف what the abbreviations mean يعني what معناها ماذا ال abbreviations هاي الاختصارات وكلمة مين اشتغل اشتغل اختصارات طبعا انا مو قلت لك بس معناها انطيتك امثلة واشرحت لك عليهم وقلت لك شون يجن ايضا قلت لك مهمات فاشرحت لك يا هاي الفكرة يقل لك ثم find جد an example جد مثال of each لكل واحدة in the sentence below الهذه الجملة اسفل وهاي الجملة اللي هي the black horse الحصان الاسود run fast ركضة بشكل سريع saw it won لذلك وربحة the race easily اللي هي الجملة اللي اشتغلت عليها قبل شوية بالضبط قسمت لك يا عزيزي الطالب ثلاثة هاي الثالثة شوية مهمة يقل لك aware طبعا هسا خلصنا من شغلتين فكرتين فكرة الاولى الترتيب الابجدي دوخته وخلصنا من عنده والفكرة الثانية كلش مهمة الترتيب الابجدي حتى لو ما فهمت الشرع او ما فهمت فكرته وذا فهمتها عاشت إيدك اوكي اذا ما فهمت فكرته عادي بس النقطة الثانية هاي تدون وتنحفظ وتترسخ منها السبالك نجي المن للنقطة الثالثة الفكرة الثالثة يقل لك aware كلمة كان هذا يمكن أن تحتوي تمتلك more than اكثر من one meaning معنى واحد يعني الكلمة احتمال لها اكثر من معنى وضحات الفكرة مثلا الفعل get get معناها يحصل معناها يصل إذا تقول get معناها يصعد get off معناها get off معناها ينزل وإلى آخره من get وضحات الفكرة تجي عندك الفعل run run معناها يركض run معناها يدير run معناها يشتغل السيارة تشتغل run معناها يصوب إذا نهروا هتشي وضحات الفكرة فهذه run وراح تشوف بعد كلمة bank ويطيك وعندك بالكراسة خاف تروح لكراسة وشوف كلمة chesterfield عليها تمرين شوف أنه مرة قال لك قطعة أثاث مرة قال لك نوع من أنواع القطعة مرة قال لك نوع من أنواع النباتات فهنا هنا شي يجي لك كلمة واحدة أكثر من معنى وأنا آسف إذا أحتي كثيرا لكن من مصلحتكم حتى تفهموا كل شي إن شاء و أنت سوف تجد كل من هم في الدكتون يعني مو هاي الكلمة بها أكثر من معنى يقول أنت سوف تجد كل هذه المعاني كلهم في القاموس وفعلا راح تشوف الكلمة الواحدة بها معنى لكن يقول إنه مهم تختار المعنى الصحيح نجي للم نجي للم يقول read القرأ اللي هو القاموس entry اللي هو مدخل القاموس find the correct definition جد التعريف الصحيح لكلمة بانك شوف كلمة بانك راح تطيك معان مختلف أوكي in each of the sentences في كل الجمل من A إلى D شوف عندك كم جملة ثانية A B C D وبعد لازم تضيف أنت Is it a noun or a verb أنه هذه المعاني اللي راح تأخذ هنا هل 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 اسم أو هل 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 اسم أو فعل لاحظ نجي الأول وحدة كلمة bank bank هنا أول معنى يقول a place اللي هو مكان where you keep money أنه هو البنك المصرف هنا بمعنى مصرف مصرف النقود هنا يترجم لك مكان حيث أنت تحفظ أو تبقي ماني الثاني المعنى الثاني a piece of ground اللي هي قطعة من الأرض higher than أعلى من the ground around it يعني أعلى من الأرض اللي حولها شون التلة تجي بمعنى تلة شوف رح أسمها ببالك أنه قطعة من الأرض higher أعلى من القطعة حولها أعلى من قطعة أرض حولها يعني مثل التلة شوف التلة تكون أعلى من الأرض أعلى من المعنى الثاني كلمة بانك بعد a piece of ground إنه قطعة أوكي من الأرض next to a river تكون بالقرب من النهر قطعة من الأرض بالقرب منه شنو بالقرب من النهر هذا المعنى الثالث أوكي a piece of ground أوكي a piece اللي هي قطعة من الأرض usually عادة تكون ساند اللي هو الرمل أو الصخور في البحر near بالقرب من أو أعلى من the water تكون بارزة شوف هنا نير تكون بالقرب من عند or above أو أعلى the toe أعلى من الماء تكون يعني فجزء بارز من البحر قطعة من الأرض بارزة من البحر هذا معنى المعنى الخامس يقول لك to keep money إنك تحفظ نقودك طبعا هنا شوف هذا هنا يقصد بها ضفة الثالثة الثالثة يقصد بها ضفة حتى إلخص لك هذا هنا مصرف هاي هنا تجي بمعنى تلة هنا تجي ضفة نهر جانب النهر ضفة الرابعة لا بروز هذي ما عرفت شنو معناها إنه بروز من الأرض شون الجزيرة بس صغيرة شون بروز صغيرون طالع من البحر نجي للخامسة الخامسة verb شوف ها جنسة شون أنا عرفة اسم أو فعل ناون هو قال ناون verb الخامسة تحفظ أو تبقي نقودك أو ربط ماني انتو بنك يعني أنت من تودع نقودك سحول بانك هاي العملية من تروح تطف لوسك تخلي نعد بنك أو كي عد مصرف يعني معناها بنك هذا الفعل هس هنا verb تبقي أن تبقي ماني النقود في أو بوت ماني انتو بنك يعني تضع نقودك في مصرف بين قوسيا تجي بمعنى يدخر لجمع فلوسه أوكي يا أما ضمن انت تخلي نبدخل يا أما تطين مصرف فهي معناها بنك يدخر فعل أو تران أبلاين ليفت أو رايت طبعا سوري تتارن تارن معناها تستدير من من تستدير تلوف لليسار أو يمين يقول عليها بانك استدارت لاحظ هنا إذن كلمة بانك بها تست معاني المعنى الأول تجي بمعنى مصرف المعنى الثاني تجي بمعنى تلة المعنى الثالث تجي بمعنى ضفة المعنى الرابع بمعنى أربعة هذني أسماء المعنى الرابع اللي هو بروز خارج من الماء والمعنى الخامس اللي هو فعل أنك تحفظ أو تدخر نقودك والمعنى السادس بمعنى يستدير أو تجي بمعنى يمال يميل يميل الطائرة إلى اليمين أو إلى اليسار نوب نجي بعد ما عرفنا كلمة بانك وعرفنا وطولت عليكم كلش كلش جدا آسف والله الكريم لكن لازم أشرحها في هاي الطريقة هو يجلس على الضفة العشبية لاحظ هاي هذا النار الضفة العشبية ويضع قدميه في الماء لاحظ عزيز الطالب راح تكون شو تكون راح تكون الثالف اللي هي الضفة مثل ما اتفقنا وضحت الفكرة والضفة تعتبر تعتبر ناون شوف باختصار شديد خو بسطناها نجيل بي الطائرة مالت أو استمالت استدارت إلى اليسار بينما هي قربت بالقرب أو أصبحت بالقرب من الأربورت اللي هو المطار إذن وين هما الطيارة ستة إذن رقم ستة ويش تعتبر تعتبر verb يعني شنو يعني فعل نجي لل سي هو أراد أن يرى بطل بشكل أفضل أو بصورة أفضل لذلك هو تمشى إلى أعلى البانك اللي هي الشونغ والقمة أو إلى آخر طبعا هذه مع منه التلة يعني هنا جاية أعلى التلة فهنانا نجي للثانية ويش تعتبر تعتبر ناون هنا بانك بمعنى التلة فهو ما شاف فراح سعد له على علوة تلة واللاحظ علوة يلا خوش خوش تجهز ترتيبها مو إلا تلة علوة أوكي نجي لدي هي تدخر أو تحفظ نقودها أي هنا فعل هذا أوكي نقودها مرتين في الأسبوع والجواب أكيد رح تكون النقطة الخامسة اللي يعتبر فعل هذا بالنسبة إلى حل وترجمة وشرح الإكسرسايز بي يقول هل أنت لديك قاموس للمتعلمي اللغة الإنجليزية إذا لا شوف إذا يمكن أن تحصل على واحد أو تحقق من القواموس المتعلمي اللغة في الأنترنية طبعا هذا نشاط أنت تقدر سوي أو ما سوي هذا بالنسبة إلى شرح وتفصيل صفحة 49 العملاقة قد انتهى درسي انتظروني في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر